اصنع غذائك بنفسك تحت هذا المسمى نفذت مبادرة مجتمعية دورة تدريبية في صناعة منتجات غذائية محلية لتنمية المهارات الحياتية لدى أبناءنا الطلاب تم اقتراح برنامج لي هو اصنع غذائك بنفسك الدورة التدريبية التي يشرف عليها مختصون في علوم التغذية استمرت لستة أيام وهدفت إلى تنمية المتدربين وتمكينهم من سقل مهاراتهم كما شجعتهم على تنمية قدراتهم في المهن اليدوية احترام العمل اليدوي والمهني وكسر الحاجز النفسي بين الطالب والمهنة أو العمل اليدوي التي تهدف إليها الأنشطاء اللاصفية قرابة التسعين متدربا من الفصول المتقدمة في بعض مدارس مديرية القبيطة يتلقون تطبيقا عمليا بدءا من إعداد وتحضير المواد الأولية للمنتجات الغذائية ووصولا إلى إنتاجها لتكون جاهزة للاستهلاك الدورة شملت تصنيع منتجات غذائية متنوعة منها الأجبان والمربى وغيرها من المنتجات مع صلاحيات تحفظ المنتج لمدة زمنية طويلة وفقا لطرق علمية معروفة تدربنا على صناعة الأجبان والزبادي بالطريقة الصحية الدورة التدربية المارسنا بمدرسة التوراة كانت رائعة جدا أجمل ما فيها أننا نتقلنا من أشخاص مستهلكين إلى أشخاص منتجين قادرين من إنتاج الغذائينا بأنفسنا وهذا يكفينا ونتمنى إن شاء الله نرتقي بدورات أخرى تنمي من المهارات نحن في المدرسية صناعة مواد غذائية محلية على هذه الطريقة يعني توفير الاقتصاد المنزلي للأسرة وحصولها على تغذية مناسبة بدلا من مشاكل الفقر وسوء التغذية